بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمات متشابهة في القرآن يعني مثلا كلمة يعقلون وكلمة يعلمون ما هو الفرق بينهما ولماذا نجد هذه الكلمة هنا وهذه الكلمة في آية أخرى دعونا نتأمل هذه اللطيفة من لطائف القرآن البلاغية قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون في هذه الحالة فإن الاتباع يحتاج لعقل فقط لذلك قال يعقلون ولكن في آية مشابهة أخرى قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون هنا الآية تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه فهو يدعوهم لما أنزل الله على الرسول من أحكام وشرائع وسنن وحلال وحرم ولذلك القضية هنا تحتاج لعلم وتدبر لذلك قال سبحانه وتعالى لا يعلمون إذن الآية الأولى التي تحدثت عن الاتباع فقط أو الاقتداء قال تعالى لا يعقلون يعني عملية عقلية منطقية ولكن عندما جاء الحديث في الآية الثانية عن يعني أمرهم أن يتبعوا ما أنزل الله إلى الرسول أنزل العلم والحكمة والحلال والحرام والفقة والحدود إلى آخر فالقضية ليست قضية عقل فقط إنما تحتاج إلى شيء أعلى وهو العلم لذلك قال لا يعلمون والله أيها الأحبة إن الذي يتذوق حلاوة هذه الدقة الإلهية في وضع الكلمات كل كلمة في موضعها ليخشع قلبه ويزداد إيمانا كما قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم